ويمثل منتدى شباب العالم أكبر تجمع دولي يعزز مبدأ تمكين الشباب للانطلاق نحو مستقبل أفضل وفي هذا الإطار تناولت التحضيرات ورشة عمل جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وورشة عمل نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية وأخرى تحت عنوان حياة كريمة التجربة المصرية لبناء الإنسان في أكبر تجمع دولي يعزز مبدأ تمكين الشباب للانطلاق نحو مستقبل أفضل يأتي منتدى شباب العالم منتدى يعد فرصة للتعريف بما قدمته مصر من مشاريع على مدار سنوات للانطلاق نحو مستقبل أفضل في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي للبلاد ورش عمل مكثفة تسبق المنتدى الذي ينطلق في الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من يناير لمناقشة التجارب التنموية الدولية فضلا عن المشروعات التنموية التي تنطلق في ربوع المحروصة مدينة السلام شهدت انطلاق عددا من ورش العمل من بينها ورشة عمل جائحة كورونا ومراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وورشة عمل نحو سياسات مائية رشيدة من أجل الإنسانية جميعا يثقوا في الشباب ومن ثم فالأمر يكون معولا على صانع القرار في وضع الثقة في الشباب ذلك لأنهم هم القاترة وكذلك هم من يشكلون النصب والنصب الأكبر من السكان وتحت عنوان حياة كريمة التجربة المصرية لبناء الإنسان انطلقت ورشة عمل للتعريف بالمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصرية وحتى لو بصنا الاستراتيجية الوطنية اللي في يوم اعلنها الرئيس تكرم وقال أن 2022 عمل مجتمع المدني وده ربط حلو جداً أنا أربط ما بين دور المجتمع المدني وما بين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية فيها أربع محاور يمكن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور حقوق الفئات زي المرأة والشباب وزاوي الإعاقة وكمان المحور الرابع الخاص ببناء الثقافة دول ثلاث محاور هي حياة كريمة بتشتغل عليهم التحضير للمنتدى شهد كذلك انطلاق ورشة عمل حول تنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال وورشة عمل منظور الجيل زد لعالم ما بعد الجائحة وأخيراً ورشة عمل مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة وواحدة من أكبر التحديات التي واجهناها هي نقص الوصول إلى البيانات لضمان أننا كفلاحين نستفيد من الموارد التي نطبقها ونستخدمها في المزرعة الكافيد مرة تانية أكبر العالم على أنه يوجد طرق مختلفة للتواصل طرق مختلفة لإدارة فراء العمل عن بعض وأصبح فيه أعمال تم استحداثها نتيجة التواجد في المنزل وهكذا وهنا طبعاً اعتماداً على التكنولوجيا مشاريع ضخمة وأهداف تسعى إليها مصر من خلال تبني سياسات قادرة على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده البلاد في ظل الجمهورية الجديدة